لأن الفراسة فن للتعامل ما هي تحليل شخصيات بس حياكم الله أهلا وسهلا في هذا الدرس الخفيف السريع مع بعض الشخصيات وطرق التعامل معها بالفراسة مستعدين حياكم قابلت شخصية فيها هذه المواصفات أن مثلث معكوف عيون متقاربة صغيرة مباشرة خلك حذر معه وتعامل بالمكاشفة مع نقطة أنك تحاول تعزز المطلة الفكرية عنده لأنها شخصية ما هي هينا أبدا ولا يستهم فيها وعقلية داهية وعندها عناد وإصرار رائع جدا إذا وجه شخصية ثانية سمين كمثري الجسم قصير وتكور الأنف مباشرة تعامل معه بوضوح شديد عزز له نقطة الأمان هذه شخصية تمتلك الكثير من المقدرات وتفتقر للثقة فيها حاول تساعده في هذه النقطة وتوقف معه فيها شخصية ثالثة بيضاوي الوجه كثيف الشعر متوسط إلى طويل القامة مباشرة تعامل معه بعقلانية وانتبه من الاستغلال المادي معه وحاول تساعده وتركز ما بي فيها ترة فترة على نقطة التواضع والتخفيف من الاستعراض بالأنا والذات والمقدرات فالشخصية جبارها إن وجهت بشكل إيجابي هذا على السريع فن التعامل مع بعض الشخصيات فالفراسة ما هي تحليل شخصية هي فن للتعامل مع كل الشخصيات والدخول إلى عماقها ترجمة نانسي قنقر